موسيقى سعيد بالتجربة دي وسعيد بانضمامك لمنتخب في الوقت ده؟ اكيد اي حد يبعمل كل حاجة عشان يمثل تشيرت ومتخب مصر ويمثل البلده فالواحد الحمدولى بيسع وحمدول ربنا جاتله وان شاء الله يمسك في الفورسة بإذن الله او يمسك في الفورسة ولا ممكن يكون فترة مؤقتة اذا بيقولوا بعض اللاعبين داخلي المنتخب ترانزيت لفترات مؤقتة وفترات قصيرة ده ان شاء الله بإذن الله يمسك في الفورسة ويبقى حاجة من حاجة مع متخب مصر بإذن الله طبعا ده معسكر تاني لنا بنتمنى ان شاء الله نستفيد منه الاستفادة الفنية اللي احنا بنأملها المعسكر الاول مباراة البوسنة الحمدلله القرض اللي احنا كنا بنشغل من اجله هو بدايتنا ان شاء الله مع المنتخب والحمدلله الاستفادة الفنية درنا نستفيد فنيا من مباراة البوسنة ودينا نتيجة طيبة فبنتمنى ان احنا ان شاء الله المعسكر ده معنا مجموعة لعيبة كانوا موجودين معنا في مباراة البوسنة واضفنا عليهم مجموعة اخرى من اللاعبين فبنتمنى ان احنا ان شاء الله نستفيد برضو من خلال المباراتين اللي احنا هنشارك فيهم كونوا اعداد لنا برضو خلال المرحلة اللي جاية عندنا لسه فترة تانية ان شاء الله بإذن الله نشتغل ان شاء الله على شهر 8 تعرف كاس العالم هيبدأ فما فيش طبعا في فادي في الفترة اللي جاية وبإذن الله نتمنى ان احنا نستفيد من المباراتين دول استفادة كويسة والمرحلة اللي جاية ان شاء الله تكون مهمة اللعيبة زي ما انت شايف كده وحسيتهم داخلين عندهم من العزيمة والاسرار ان شاء الله ان هم يعودوا مرة تانية للمشاركة الافريقية ان شاء الله في المغرب بداية ثم بعد كده ان شاء الله نفكر في الحلم الكبير لكلنا وكل المصريين بيحلموا منهم ان شاء الله طبعا هي اللعاقة البدنية والفنية والتكتيكية والزهنية الحاجات دي كلها مرتبطة كلها بعضها بس اللعاقة البدنية دي ان اساس لأي لعب عشان يقدر ينفذ كل الحاجات اللي عايزها المدير الفني من غير اللعاقة البدنية مش هيقدر ينفذ مش هيقدر يعمل سرعات مش هيقدر يلتحم بقوة مش هيقدر يكمل تسعين او مئة وعشرين دقيقة لنهاية المباراة فاحنا بنعتبر بداية لعيب القورة اللي هو الفت اللي هو يمثل مصر كويس ويقدر يكون على مستوى عالي اللي هو يكون بدنيا كامل الأول ويقدر ينفذ كل الشغل اللي المدير الفني بيقدر يطلبه منه هو يقديه بصورة مطلوبة جوه الملعب باسم الجاز وباسم المنتخب وبعد كده خلي كابتان احمد يكمل كل حاجة وانا بقى في الملعب احنا بنقدم شكرنا باسم الاتحاد طبعا واسس جمال علام رئيس الاتحاد وكابتان حاسم فريد المشف على الفريق هنا برئيس مجلس الادارة بنقدم شكرنا طبعا للمهندس شريف حبيب على يعني شكر كبير على رعايته المنتخب وجوده معانا ووجوده التمرين وحضوره معانا وانه وفر لنا الملعب ووفر لنا الملعب اللي بلعبه في المتشاد وده حاجة كويسة بصراعا تعودناها من شركة مقاولين تعودناها كتيرا يمكن قال بشمانس أخيك كبير وعلاقتنا أكتر من 30 سنة ولا 40 سنة عايز أقول لنا تربية تكم في البيت وستاذ محمد حبيب ده والدي يعني والد شريف ده والدي فأنا يعني سعيد جدا بوجوده على الرأس منظومة في نادي المقاولين العرب وسعيد جدا على اللي هو سمح لنا وباسم الاتحاد كله احنا بنقدم له الشكر وبنقدم له الشكر وده تعودنا عليه من نادي المقاولين طول عمرنا يعني طبعا أكيد زي ما الكابشاو احنا مش نضيف جديد طبعا بنشكر وانس طبعا شايف لان الصداف طولينا ويعني راجل طبعا ما تأخاش يفتح لنا الملعب للمنتخب وده اللي احنا متعودينه دايما من شركة مولين وانس شريف فاحنا طبعا زي ما قال الكابتن بنقدم له كل التحية وكل الشوك وده دايما احنا متعودين من شركة مولين العرب على ده فاحنا سعداء وبنشكره باسم الاتحاد المصري وكجهاز والعيبة كمان بنشكره ودايما متعودين منكو على كتب احنا بنقول يعني لا شكرا على واجب انتو في بيتكو وطبعا ده حاجة جميلة ان احنا بتدونا الفرصة ان ممكن كما قولين العرب نساهم في اعداد المنتخب او بجزء بسيط والملعب تحت امروكو في كل وقت ونتمنى لكو التوفيق انتو بتلعبوا باسم منتخب مصر وتمثلوا شيء مهم جدا للشعب المصري فيش حد يعني بيحب يكون تعبانه والحمد لله عدت على خير وازمة وطبعا بشكر كابتن متحت وصداب المعاطي والقاضي وانت وكل الناس محمد نصر كل الناس اللي سألت عليها واهتمت انها تطمئنه والحمد لله عدت على خير ومرحلة وعدت ولكن هو الدور ده حبنا خلاص انه ده علام يكون يلاقي المكان الطبيعي في الناس كلها تكون ملتزمة ومتوفر لها كل الاساليب الاحترافية خصوصا ان اذا كان فيه ملعب محترم زي ملعب المقاولين وجهز محترم باقيات الكابتن شاو غريب ومع الكابتن احمد حسن وبقى كل الجهاز بيسهل لك كل الامور واعتقد الناس كلها متسهلة ومتسمحة عاد جديد عاد ان الدنيا يعني كلها يشتغل وكلها استفيد طالما ما فيش الامور مش محتاجة ان هي تبقى مقفولة او يكون فيها تنشانة او شد عبت الاهلي والزمانك اللي هتسافر هتلعب مطشيلي هيرجع عجوز وبعدين هيستكمل بالباقي مع الكابتن سيف زي الرئيس البعثة وهو اعلن برضو كابتن شاو غريب هزا الكلام فكل الكلام من خالي كابتن شاو غريب وكابتن احمد حسن المدير المنتخب اتمنى زرفتها كويسة وتكون في صالحنا ولعبة كلها مركزة ومجموعة كلها كويسة وربنا يكون ان شاء الله الفترة جاي الحمد لله الواحد عام المسلم كويس والحمد لله موجود في المنتخب برقية الحمد لله ان شاء فانك تزلمت في مصر ودرت اتحق احلامك من خلال الدولي بورتغالي بصراحة لا مزلمت الشرحة جواك النصيب بس الواحد وصل من غير محد يعرفه بس الحمد لله الواحد دلوقتي موضوع بقى احسن ايه الواحد عرض بين فيك ايه يا رب ناسي ايه بين فيك ان شاء الله ولا فيه كلام انك ترجع الدولي المصري ولا لا ما فيش كلام في مصر خالص هو فيه نادي بارما وبرتو ان شاء الله امتى هتعرف الاخبار السعيدة ان شاء الله على اخر الشهر كده يقول ايه الجميلة المصرية وانتو داخلين على مرحلة جديدة يقول اريتنا حافظه على بعض السعيد بالتجربة دي حسين اه طبعا يعني متخب مصر ده حاجة كبيرة انو واحد شارف مصر احنا شارفنا مصر في كاس العالم بس ما حصارش نصيب كنا مشين كويس واحنا دولاتهم يعني معظم فريتنا معظم فريتنا يعني اتعى متخب الشباب كلنا مع بعض فبنحب بعضه واخدان على بعضه وربنا ايكرم ان شاء الله متخب بيزن في الفترة اللي جاي الحمد لله على كل شيء طبعا اه ربنا يكون للمجهودنا شارف لايحد ان هو يلبس تشيرت المنتخب مصر اه الحمد لله تعبت في الموسم ده والحمد لله زي ما انت شايف ان انا متواجد مع متخب مصر دولاتي المجموعة كلها مجموعة قوية جدا يواحد لازم بيسمة نفسه جامد علشان احنا معنا مجموعة قوية جدا سواء الناس القديمة وناس المنضمة حديثا اه اتمنيه ربنا zagواحد يعمل فترة كويسة مع الكابتن شاوي اه في المواصقة ده علشان نكمل ان شاء الله في استمراره مع المتخب مصر متفاعل بالفترة الجاي مع المنتخب نحق حلم وما اوفريكي او حلم الواقف الى مبريب بالمجموع دي ان شاء الله ان شاء الله متفاعل جدا ان شاء الله نمركز ان شاء الله الفترة دي مع المنتخب وربنا ييكرم ان شاء الله ما فيش الكلام ده خالص انا موجود في اتحاد الشرطة حسنا حتى مع المنتخب أوضع على المنتخب أمل حية مهم خية كوية في الدوري والحمد لله الكبت ان شاء الله يختارن مع المجموعة الموجودة وان شاء الله بزن الله اكون اضافة كويسة للمنتخب وعمل حية معهم حية كويسة وان شاء الله بزن الله اللي جاي احسن ان شاء الله بزن الله